أكد وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شهاد لخلال كلمته في الندوة التي نظمها الفريق الإعلامي التابع للتحالف العربي بعدن بعنوان عدن 2020 تنمية توعية خدمات كلنا مع اتفاق الرياض والذي حضرها ماجد الشاجري رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني بعدن الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية خور مكسر وراشد حازب مسؤول مكتب وزير راشد حازب مدير مكتب وزير الصناعة والتجارة ورؤساء عدد من الجمعيات الاجتماعية المدنية وقطاع الشباب والشخصيات الاجتماعية أكد أن اتفاق الرياض يمثل مخرجا واقعيا وحقيقيا من الوضع الحالي كونه يعد مطلبا شعبيا قبل أن يكون سياسيا يخدم حياة المواطن التنموية واستقراره من جانبه ألقى رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني بعدن الأمين العام للمجلس المحلي لمديرية خور مكسر ماجد الشاجري كلمة دعا فيها جميع السياسيين والأكاديميين والحقوقيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني والشباب لتشكيل جماعة ضغط فاعلة لتنفيذ اتفاق الرياض على أرض الواقع لوقف الصراع السياسي والعسكري في عدن والمناطق المحررة لتوحيد الصفوف لإنهاء الانقلاب الحوثي وقد أضف العديد من المشاركين في الندوى من رؤساء الجمعيات الاجتماعية والشخصيات العامة والاعتبارية جملة من الملاحظات خلال النقاش شكرا